خطيم غاربة السلام عليكم هذا الصباح هذا سنتحدث في هذا الفيديو على وفاة ضابط أمن ممتاز للأمن الوطني أثناء أداء مهام مهناية في مدينة إنزقان الوقاية المدنية منظومة الصحة و سنتحدث كذلك على المغرب وروسيا وقضية غزوها لأوكرانيا كنت تعرفوا هذي واحد اليومين كان واحد الموكب دي السيد عامل دي الإنزقان غذي بشيدشن وحتبو ريضا الموسم كان في نواحي دي الإنزقان الموكب غادي وكي تقدموا هذي الضابط الممتاز كان على دراجة نارية دياله مطار هو وإذا به كيغفلوا واحد من المشكلة تقطع كيطاح مني طاح الإصابة دياله كانت بليغة حنا اليوم رأينا نتكلموا على ضابط ممتاز للأمن الوطني أولا بحضور عامل إقليم إنزقان يعني الداخلية بحضور الكولونال دي الوقاية المدنية بحضور وكل شيء السلطات المحلية كل شيء كانوا حاضرين أول حاجة هي الامبولانس إمتاجات تعطلت ما تعطلتش بزافه ولكني حسب ما يوقع 16 دقيقة عدو سلط ثانيا الإسعافات الأولية كتعرفوا بأن هذا الضابط الأمن الممتاز كلها في العنق دياله والإصابة كانت خطيرة شوية يعني لما طاح ما كان شيء واحد خصوه يزعزعه ما كان شيء واحد يحركه حتى تجي الامبولانس ويجي الإسعافات يعني الإسعافات يعني الإسعافات في خمسة دقيقة في ربعا دقيقة ما شيف 16 دقيقة الإسعافات الأولية في نفس المكان لأنه ما يمكن شيء نهزه ما يمكن تدارتح حاجة خاصه يتإموبيليز خاص هذا هو ما الإسعافات الأولية وخاص الماتريال اللي هو اختصاصي لهذا القضية وهذا شيء يكون في زنبولانس حنا يا ركال الكولونال الوقاية المدنية كانوا السلطات المحلية كان كل شيء حسب الشهود اللي كانوا تم كيبغوا يفقوا كل واحد شنو كيدير لي وننساو بأن لما قطع شي واحد ما خصتناش نقيسو فيه ما خصتناش نقلبوهم بلاستو لأنه كان يمكن يكونوا عنده نعكاسات سلبية على صحة دياله خصوصا العنق والعمود الفقاري هاتش يكون شيء ما عناش حنا في المغرب شحال من مواطن مات غير بحكا لأنك تجينا لنبولونس دي ربح الهوندا ديال الخضراء كتجي كتعزك وديك المستعجلات وسهي المستعجلات شكول اللي غادي عالجك ولا شكول اللي غادي انتم معارفين المستعجلات ديال المستشفيات ديالنا اليوم أنا كان عودها كانت تكلموه على ضابط أمن ممتاز بيحضور العامل بيحضور السلطة بيحضور كل شي هزوه بنتم هاد الامبولونس جات هزاتو الموبيليزاسيون كيفاش علاش يمتاع هاتشي قام دو عليه لما هزاتو ادوه لمستشفى العسكاري هالوقت كي ضيع وصلوه لمستشفى العسكاري قالوا ليهم ما عناش نغو شيروجيا يعني جراحة الأعصاب ما كيش احنا كنضيعوا الوقت سيد في حالة حارجة وخطيرة سيد احنا ما كنتكلموش على مواطن عادي لمواطن العاديين الله يرحمهم هادوكم شاو ما يموت في البلاصة المستشفى العسكاري حاولوا ما عنده مشاهدة قالوا غانهزوه واندوه لمستشفى الحسن ثاني ولي الأمن شخصيا ديال أقادير واقف على سير الأمور كي غادي جري لإنح محاولة إنقاذ هاد ضابط الأمن الممتاز هادو لمستشفى الحسن ثاني لما وصل لمستشفى الحسن ثاني يقال حسب مصادر من المستشفى الغرفة ما مقداش تحجى ما مقداش البروفيسور معت ما القاوش ومهم تخبط قالوا غادي نهزوه هاو تاني في الليل وغاديوه المراكش جابوا الامبولانس هادوك الامبولانس ميديكاليزي اللي غادي هالمراكش حرقصها من ساعة على الأقل ثلاثة سوية اللي بش حل غا تمشي غا تمشي مبولانس كبيرة بحكم بحكم غا تبشي بميا ثلاثة سوية سيد مع السبعة تصباح في مراكش حتى كيجي الخبار بأنه توفى بالنسبة ليا الدولة يلي مسؤولة على هاد الوفاة لأن لو كانت دارتليه الإسعافات الأول اللي يتم وتيموبيليز وديك ساعة تهز إلى أقرب مستشفى ولأقرب مصحة وفي هالنغوش يغوجيا كان يمكن أقدر بيدي الله ولكن ما نمسحوش بزاف الأقدر وبغاه الله والآجال وفا ولشنو كان يمكن يضابط الممتاز باقي مع ولداته اللي ترزوا فيه ها لاش كان نادي وكان ساء المسؤولين دي ونا عافاكم أشنو اللي كي منعكم من تحديد جهاز الواقية المدنية ونعطوها الإمكانيات البشرية والمادية لإنقاذ المغاربة واش عرفتوش هم مغربك يموت يوميا والدولة هي المسؤولة بحودي تسير هانتم احنا يكون كالمواطن عادي كرة هادك ما ندو عليه كرة مسكين مشاء احنا اليوم ندو على ضابط أمن ممتاز بحضور السلطة المحلية بحضور الجميع منظمة الصحفة شيلة مستشفى عسكري ما فيش نوغوشي غوشي مستشفى حسن ثاني ما فيش هزو المراكش علش الليكوبتر ما جاتش كيفاش شنو حتى الامت غادي بقوا الأرواح كيمشي في بلادنا لأن الواقاية المدنية ما عنداش الامكانيات لأن غير السينما مسرحية البارح كنت في القلعة جاي واحد الطموبل دي البومبية الفيلتر دي الريح طيح لها الشاك ما كالقرقرقرقر واحد أنا رغاندو ذاك شي واحد الفيديو دي الواحد طموبل متهالك العناصر دي الواقاية المدنية العافية والروينة ودير الماسك دي الكوفيد بلسمي دي الواقاية دي الواقسيجين لأن يمكن ما عندوش الماسك دي الواقسيجين والقراعي ما كانيش في الكاميو وداخل وصد دخاخ وصد الحريق وتحية لكل عناصر دي الواقاية المدنية ولكن هاديرا مش خدمة مش احترافية هادو هاد الناس كي غامروا بحياتهم عناصر الواقاية المدنية في ظل دولة ممسوقش والدولة ممسوقش لمواطن دي الواقسيجين كتعرفوا راكي مدويت حم نختار الكيران كي تتقلبو وما كي لأوبيطال دو كومبان مستشفى ميداني لأطباء مستعجلات ما كي ينتح هادزهم بحل بهاي تمانية في الامبولونس وتمغذي بهم المستعجلات وغادي الكاميرا ويجي الموديل الجيهوي ونحن ونحن ومن بعد غاكون شي كي يدور سير سلام عليكم راكي كين المعاناة وكين الناس اللي طروا لهم بحال هاد تجارب سيئة غادي نمشي لموضوع وحد آخر هانتو ما احنا كنت نتكلمو على ضابط أمن ممتاز بيحضر الجميع وكل شي ووقف معاه وإدارة العامة الأمن الوطني وما قدروا يديروا لي تحاجة بسكين الله يرحمه السعى عليه ويصبر عائلته احتاهية والموضوع الثاني اللي بغيت نتكلم عليه هو روسيا وغزوها لأوكرانيا والمغرب لموقف دياله من هاد الغزو هذا البارح بمجلس الأمن في نيويورك انعقدت واحد الجلسة ستيتنائية باش يتكلموا على هاد الموضوع 193 دولة مشاركة 141 دولة ادانت هاد الغزو الروسي لأوكرانيا 35 دولة امتنعت عن تصويت وخمس دول مع روسيا فهذا الغزو وغالبا تكون كوريا الشمالية وشي الحلفاء ديالهم المغرب كان في موقف حريج ولا يحسد عليه واش غادي مشي مع الأغلبية دي الحلفاء دياله الدول ولا غادي يناصر روسيا بالرغم من انها ليست على حق ولكن كينا قضية السحر كينا قضية السحر التي انهاكت الدبلوماسية المغربية كتعرفوا روسيا كتساعد الجزائر روسيا تسلح الجزائر باش تدير واحد الفران اللي أبغاني نسميه واحد الحد لحلف الناتو اللي بالنسبة لهم رهو حليف ديال المغرب وكي غايدخل وانتشر في إفريقيا عبر المغرب المغرب الحليف دياله هو أمريكا ولكن من النهار بدأ هذا الصراع المفتعل ديال ملف السحر وأمريكا صحيح حليف للمغرب ولكن مع مره سلحات المغرب وحتى ملكة تبيع شي قرطس للمغرب يعني بصعوبة كثيرة حليف ديبلوماسي لم يكن أمريكا لم تكن حليف ديبلوماسي واحتذي قادية ديال الاعتراف بمغربية السحر كتبقى مهم بين مزاوجتين كتعرفوا الإدارة جديدة اللي جات ديال بايدن رح حبسات شي حمل حاجة في صفقة ديال الأسلحة اللي كانت تبيع المغرب وش حمل حاجة داروها بالعكس روسيا تسلح الجزائر روسيا أعطت غواصات للجزائر كتعرفوا الجزائر اليوم حسب تقارير أوروبية هي من بعد مصر عندها أكبر أسطول وأقوى أسطول بحري من بعد مصر بالغواصات ديال ها بالأسلحة الجزائر اشترت في خلال هاد السنوات تسعين مليار دولار ديال الأسلحة تقولها بغت تغزو أوروبا واش كتوجد لحرب مع المغرب واش كين شي أجندة لهاد شي الله أعلم المغرب علش اليوم علش قلت منهك ولا الدبلوماسية دياله منهكة بميل في السحرة لأن ما كيش العوين كتعرفوا الدبلوماسية الجزائرية من نهار الأول من نهار دات سنبدأ وغير من وقف يطلق النار من 91 الهناية كين واحد المجتمع مدني ناشيط ديال بوليزاريو مجتمع مدني اللي هو مول ومسير بواحد طريقة عقلانية من طرف المخابرات الجزائرية واحترافية كبيرة كنشهد على هاد شي لأن ني صافرت العدد من الدول في العالم وكنت في منتديات وكانوا لقاءات وشاركت أن نضم شي حويج وشفت القوة ديالهم هذا لا يعني أننا حنا كنا ضعاف لا غير احنا ما عناش تنصيق ما عناش تجربة ما عناش بزاف احنا منضربين مع كرشنا ومنضربين مع المصار مننا ينقغ تستينا المشكل فين عندنا أن الدبلوماسية المغربية كتدير لعليها ولكن كان خس هالعوين يجيها مجو جوه من المجتمع المدني اللي غدي سهل عليها بش تش تبيلانتي ويجيها من المخابرات الخارجية المخابرات الخارجية اللي تهي في صحراء ضعيفة بالزفعد المخابرات الخارجية اللي كان خس هالتحناية كما عندنا في المغرب أمينة تحيضر عندنا علي سالم تامك عندنا سلطانة خية عندنا وحد العدد دين الفصاليين وهذه الناس تبوت ارتباطهم بالمخابرات الجزائرية نحن نخس يكون عندنا ناس وحدويين داخل مخيمة تندوف ونعرف نحميهم ونعرف كيف نصرف معهم ونعرف كيف نوصل لهم من 75 اليوم وتقول لدينا شي حتى شي ما تخرج خط الشاهد ونعرف ما تخرج نكون واقعيين وننقل نكذب على رأسنا لم نستطع نختار المخيمة تندوف وهذا الدور من المخابرات الخارجية المغربية لم نستطع لدينا مجتمع مدني فعال عبر العالم لماذا نقول مجتمع مدني فعال يعني كنا استراتيجية كنا خطة عمل كنا كيف بلا مغربة والمخابرات وغادي كون لك شي مدروس بوح طريقة احترافية بالزفعة العكس هو الذي يلقى إلا بغين الناس الذراية ويقول أصحر مغربية وعاش الملك عن مجمع إلا بغين الاحترافية كين سخط عارم ورا كين تواصله مع وكان تواصله مع عدد من الجمعيات وأفراد الجالية المغربية في الخارج على المخابرات الخارجية دينا لأنها زقلاتها وزقلاتها مش حالها دي وقد زقلها تليوم ها أنتم ما كنتشوفوا البوليزاريو عنده مناسب حال دبا غير البارح أحد أعضاء الناشطين ديال البوليزاريو في أوروبا يستقبل من طرف رئيس الحكومة الكنارية عابتوا عابتوا خدمنا وش حال ديالنس قليمين الجانوبية أشكلنا غنديرو تم أشكلنا غنديرو في زوطنومي ديال اسبانيا وعليش نقول عن ديرايا بأننا مادرنا ولو لأن لما مشيت اسبانيا واستقررت فيها واحد عام ومشاوا معي إخوان وكان الهدف ديالنا بأن أنا غادي نقص فروع لجمعية الصحراء المغربية وندخل قوة توازن وسط إسبانيا ومن بعد غادي يكون امتدادات في عدد من الجهات في أوروبا كتعرفوا بأن السلطات الإسبانية رحبات مع من لقينا شي بمسدود بالعكس لقينا الترحاب وهما فرحانين لأن يقول لك بغينا علاقات مع المغرب ولكن المغرب ما كيلعبش الدور ديالله المغرب غير حاضر المغرب حاضر غفر الرايات وعاش الماليك وصحر مغربية وتبقى مغربية إلى مآنية حضر الخاوية ولكن لقاءات توازنات حاول تمشي البرلمانات ديال هادل الزوطنومي في اسبانيا وتقف البوليزاريو عند حدهم والأسطورة ديالهم وذلك التخرباق ديالهم كل شي ما كانش وحنا مطحنين غيبناتنا مطحنين غيبناتنا وحتى وسط المخابرة الخارجية كانت تطاحن كيفاش بغينا بلادنا تزيد القدام احنا في علاجة لروسيا المغرب في موقف حريج واش يصوت ضد روسيا وغادي يكون عندها عواقب علمية في الصحراء واش يصوت يسكت ها هو عدد ديال الدول كيشوفوا فينا بحل علاش علاش المغرب لم يدين هاد الغزو للروسي لأوكرانيا 141 دولة اللي صوتت تصور معي ده بالعكس فكانت عنا مخابرات خارجية قوية في مين في الصحراء كنت تكلم على مين في الصحراء وعلى شي حاجة اللي كان عرف وعشتها وعرفت شنو كدر كانت تسهلم أموري على الدبلوماسيا المغربية بحش شكل كبير مشو الأقالي من الجنوبية كنت تعرفوا بأن المغربي اللي سولتي يقول لك أفصحر الناس عيشها بخير وعلى خير من فيك المزو ترخيص عيشين الرفاهية القرطيات وهذا هل شي اللي كان عرفوا المغربية كاملين ولا كل حقيقة راهية حاجة واحدة آخر لأن دولتنا شادة بعض الأعيان محسوبين على رؤوس الأصابع وكبع لهم الميزانيات وعطيهم بوحدهم وكتقولهم هني ونفر أخرين أخرين يعطيهم الصرف هذو الأعيان أربع الأعيان أخمسة ولشنو كيقطره مشي تصرف كيقطره على الأخرين وحتى لما كانتكلم على التنمية لمدون سيروا طنطان وشوفوا حالتها كديرة سيروا القلمين وشوفوا حالتها كديرة والفساد اللي فيها سيروا السمرة سيروا البوشدور فيما مشيتوا الداخل اليوم كانتكلموا على شي حاجة اللي واحد المدينة رائعة من عند الله النقطة فين كينة الهاوى ديالها طبيعة ديالها كل شي وصيروا شو قلبوا على تلوت البيئة جرائم ترتكب تما دخلوا للبحر جرائم ترتكب ضد التروة السمكية سيروا العقار جرائم ترتكب في العقار وزيد 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 واشبح لك غادين سيروا أقلي من الجنوبية أولا ثانيا واشبح لك بهالطرق هادو غادين سهلوا المأمورية على الدبلوماسية دينا لا يجب إعادة ولمراجعة الأوراق دينا لأنه ما بقاش الوقت راح من 75 2022 راح أربعة عقود ورح ندقنين في خمسة عقود بزاف نصقرن مننا الهدى وحنا بقين في التفاهات المهم الله يدير شي تصويبات الخير وكانت مننا الصحة والسلامة دينا كل شي الطالبة والجالية دينا المغربية في أوكرانيا ويرجعوا ساليمين خمسة الاف طالب اللي دخلت يعني بقت مواحد الستلاف طالب اللي راح حاصله في أوكرانيا عندنا الجالية المغربية هما واحد العداد منهم راح هما بقين حاصلين تم غير الله يحفظهم من أي سوء وعاوة تاني غادي نرجع لبلادنا عندنا القوات الخاصة عندنا ديبلوماسيين كان يمكننا نيجوزيو مع الروسيين جميع المدن اللي هما تحت السيطرة ديالهم كان يمكن المغرب بالقوات الخاصة وهذا روما هما عارفين هشنو غايديرو ويديرو من تم بإجلاء ديال المواطنين نحو روسيا ومن تم شدوا الطيران وندخلوهم تحت الحمارة ديال روسيين ونعود تاني نتفاوضوا مع الأوكرانيين ونتفاوضوا مع الروسيين عافاكم راه هم غا يكونوا عنا حافلات ها كديرين وهشنو وهالرعيات اللي فيهم عافاكم سيديكون هو راح ن إجلاء الرعاية ديالنا نحن عنا جالية كبيرة وما نبغيوش ولو مغربي واحد يتقاس ولا توقع عليه شي حاجة تبارك الله عليكم الله يحفظنا ويحفظكم غنعود رجع الواحد نقطة عافاكم الوقاية المدنية عافاكم منظومة صحف بلادنا راح المواطنين كيموتوا بشكل يومي والدولة هي السباب إمكانية ما كينيش إعادة العيكة لديها القطاعات ما كنشوفوش بأنه كينشينية ولسياسة باش يتعود هات شي ورا حرام حرام عليكم